السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الاعزاء طلاب كاف متين الامن والسلامة اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضراتنا والنهاردة في الباب الرابع هنتكلم عن الاجهزة في المعمل وازاي نتعامل معاها بطريقة امنة في التعامل مع الاجهزة اللي في المعمل لازم نقرأ طبعا المانوال بتاع الجهاز ونشوف الجهاز بيستخدم ازاي معظم الاجهزة اللي موجودة في المعمل سواء كان المعمل دوه المعمول للريسيرش او للاغراض التعليمية يحتوي على اجهزة كتيرة فلازم كل جهاز منهم نتعامل معاه بطريقة خاصة لتجنب الهازرد او تجنب الاخطار اللي ممكن محتملة اثناء التعامل مع مثل هذه الاجهزة لان الوقاية خير من العلاج طيب اول نوع من انواع الاجهزة اللي متعامل معا في المعمل هو الريفريجريتورز او الفريزرز الاجهزة اللي بتكون هدفها عملية التبريد او التجميد بصورة عامة طبعا التلاجات المستخدمة في المعمل تختلف كلياتا عن التلاجات العادية ودي بتكون تلاجات مخصصة فقط لحفظ الكيمويات يجب ان انت تضعش في تلاجات المعمل اي مواد رزائية او اي مواد اخرى غير المواد الكيموية بتاعتك فهي تستخدم في لتخزين المواد الكيميائية عندما يحتاج تخزينها الى انها تخزن في درجة حرارة اقل من الامبيانت او درجة حرارة الغرفة اي مادة بتخزن في درجة حرارة اقل من درجة حرارة الغرفة يجب ان تخزن في تلاجات مخصصة الى ذلك يقول لك فقط الريفريجريتور او التلاجات يعني الفقط التلاجات المخصصة للمعامل تستخدم فقط لاستخدام الكيمويات ولا يوضع فيها اي اشياء اخرى غير الكيمويات البوتنشال هازارد او الاخطار المحتملة ان الفيبورز فرم كونتنت ده بوسيبول بريزنس اف انكومبليت كيميكالز ان سبيلج يعني ممكن يكون في بعض الفيبورز يطلعوا من المواد الموجودة عندنا او انكومباتابل يعني غير متطابق كيميكالز او يحصل سبيل يعني يحصل فيه مادة كيميائية تنسكب فده بردك اخطار لازم ناخد بالنا واحنا من نتعاول معاها نغطي المواد بشكل جيد لو هيطلع منها فيبر او هيحصل منها انسكابل بقى لازم نضعها بشكل جيد بحسن ما يحصلش انسكاب للمواد الكيميائية هنا بقى ملحوظة مهمة جدا بيقول لك يعني لو انت عندك سائل قابل للاشتعال لا تخزنه في التلاجة الا اذا كانت التلاجة مخصصة لهذا النوع من التخزين ايه التلاجات اللي من النوع الخاص بتخزن فيها المواد القابلة للاشتعال بيقول لك ايه بقى الفلمable liquid approved refrigerator او التلاجات اللي مسموح بتخزين المواد القابلة للاشتعال فيها are designed يعني يتم تصميمها with a spark reducing parts والاجزاء اللي بيحسن الاجزاء اللي ممكن تسبب شرارة فيها بتكون on the outside في الجزء الخارجي للتلاجة to avoid accidental ignition يبقى المواد القابلة للاشتعال لما بيتم تخزنها في تلاجات بتكون مصممة بطريقة بحيس ان الاجزاء اللي ممكن تسبب شرارة او spark بتكون في الجزء الخارجي من التلاجة لعشان تكون بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال المقزنة داخل التلاجة طيب فيه اجهزة تانية في المعمل فيه اجهزة زي steering and mixing devices اجهزة الخلط او التقليب ودول انواع كتير جدا بتستخدم للsteering يعني التقليب الميكسنج او عملية الخلط بتاع الكيمويات ودول يعني امثلة بتاعتهم زي steering motors magnets steerer shakers وهكذا كلها اجهزة بتستخدم فيها عملية الخلط والتقليب طيب الاجهزة دي كلها عشان يتم عملية الخلط او التقليب لازم يكون جواها طبعا مطور فبيقول لك only spark free induction motors يعني فقط المواتير التي لا يعني يكون فيها احتمالية انها تسبب شرارة فقط المواتير التي لا تسبب شرارة هي اللي بتستخدم فيه تكوين هذه الاجهزة only spark free spark free يعني لا تسبب شرارة induction motors مواتير حس لا تسبب شرارة should be used in power power steering and mixing devices في الاجهزة الخلط واجهزة التقليب اللي فيها شيء بيتحرك طيب او اي اجهزة تانية مرتبطة بيه طيب الpotential hazard او الاخطار المحتملة because the steering and mixing devices لما ان الاجهزة بتاعة steering especially steering motors and magnet steerer are often operated for fairly long period without constant attention لما ان الاجهزة دي بتعمل فترات طويلة من غير الاحتياج المستمر الى ان اللي بيعمل التجربة يكون واقف جنبها يبقى فيه احتمالية تكون حاططة في اعتبارك ان ممكن يحصل يعني الجهاز يتوقف عن العمل سواء بقى بسبب electrical overload او بلوك يحصل بلوك للحركة فكل ده لازم تكون حطه في اعتبارك ان ممكن الماجنيتك ستيري يتوقف عن العمل وبالتالي تكون انت حاطط ده في وسط اعتباراتك طيب بالنسبة بقى الاجهزة اللي بعد كده او اجهزة التسخين ومن اشهرها اللي هو ايه يا جماعة ده بيستخدم عادة يعني برضك بيستخدم لتنشيف الاجهزة المعملية الزباجية او لو انت عندك مادة بتنشفها بتعايد تشيل منها السولفنت عايد تشيل منها مثلا بقايا الووتر فبتحطها جوه الاوفن وبتري تسخنها طيب الاوفن ايه بقى الخطار المحتملة منه لو انت حطيت مادة سامة جوه الاوفن والاوفن هيسخنها في شيء طبيعي انها ممكن يحصل لها ايه تتبخر وبالتالي فيحصل لها الناس ممكن بستنشق المادة السامة فبيقولك ما تحطش اي مادة ايه اي مادة سامة جوه والفرن لان ده ممكن يسبب ان الناس تتعرض لابخرة هذه المادة الا اذا كان فيها يا جماعة الا اذا كان في نظام فينتليشن او في نظام بيعمل بياخد البخار اللي خارج من عملية من الفرن ويبعدوا عن الناس اللي في المعمل طيب بيقولك باي ميتاليك ستريب ثيرموميتر يعني لما نيجي نقيس درجة الحرارة او الجهاز المستخدم لقياس درجة الحرارة جوه الفرن بيكون عادة من مكون من ايه من الباي ميتاليك ستريب باي ميتاليك ستريب ثيرموميتر يبقى الحاجة اللي بتقيس درجة الحرارة جوه الفرن عادة بتكون باي ميتاليك ستريب طب ما لإيه بقى الترموميترات العادية اللي هي الميركري ثيرموميتر قالك الترموميترات العادية ده الميركري ثيرموميتر ينفعش حط الترموميترات العادية اللي هي متكونة من الزئبط لأن ده ممكن ييه البلب بتاعتها ممكن تتكسر والميركري ممكن يحصل له ايه ممكن يحصل له ليك جوه وبالتالي فده هيسبب خطورة على أنه أصلاً عن الميركري مادة سامة فبالتالي يفضل عدم استخدام الميركري أو الترموميترات لأن ده هيؤدي إلى احتمالية خطورة لازم نبعد عنها يقول لك لقدر الله لو أنت استخدمت الترموميتر وينكسر جوه الأوفن لازم نعمل ايه ها؟ لازم أول حاجة لازم نقفل الفرن بشكل مباشر عطل نتوقف من استخدامه وينسيبه مغلق تمام لحد ما يبرد تماماً لأن التسخين ده ممكن يخلي بخار الميركري يبتدي يتصاعد فبالتالي ده يبقى خطر جداً فلو اللي قدر الله حصل انكسار طبعاً حفوض ما نستخدمش الترموميتر اللي جوه ميركري لكن اللي قدر له استخدامناه وحصل جوه انكسار فبالتالي بتسيب الفرن شغال لأ بتطفي الفرن طبعاً مباشرةً وتسيبه مقفول لحد ما يبرد تماماً وبعد كده يبتدي تعامل مع المشكلة ده من أجهزة التسخين اللي في المعمل برضك الهوت بليت أو الأسطح السخينة الهوت بليت ده زي ما انت شايف كده بيقعبارها عن سطح بتثبطه على درجة حرارة وبتدي يسخن لحد درجة الحرارة دي ولما يوصلها بيفصل هو ده بيستخدم في لعملات التسخين ممكن يوصل لمية أو درجة حرارة أكتر طبعاً لو انت مش عايز توصل لأكتر من مية بيفضل ان بتستخدم الايه الستيم باس أو الحمام المائي لان طبعاً كده بيقى فيه لمت ان المية درجة حرارة عمرها ما هتزيد عن مية عن مية بتاعت المية فبالتاني ده بيبقى سيفر لو انت مش عايز تزيد عن درجة حرارة مية طب ما لقي الخطورة من استخدامه طبعاً لأن طبعاً الشرارات الكهربية هتبقى خطر جداً مع الحرارة يعني ما تخزنش مواد قابلة الاشتعال جنب جهاز لو انت عندك قديم يبقى تحاول تستخدمه يعني أقل لو انت بتتعامل مع مواد قابلة الاشتعال طيب ليه يا جماعة كده لأن مع الوقت ممكن ايه يحصل كروجن زي ما انت شايف كده check for corrosion of thermostat لو عندك في مشكلة في في السرموستات فلو في سرموستات في مشكلة فيه لازم تصلحه علشان تتجنب حدوث السبارك او الشرارات يبقى لو في مشكلة في جهاز قياس الحرارة او باي متالك ثرموستات لازم تصلحه قبل عملية استخدام بقدر الامكان طيب ايه بردك عندنا في اجهزة الهيتينج ديفايسز الهيتينج مانتل يوزد فور هيتينج راوند بوتم راوند بوتمد فلاسك او الفلاسكة اللي ليها راوند بوتم يعني القاع بتاعها مدور قاع بتاعها مدور طبعا نحطها ازاي هتقع فلازم تحط في حاجة تمسكها فده الهيتينج ايه مانتلز بتعمل الحكاية دي الرياكشن كتلز and related ممكن تحط جواه بردك الرياكشن زي ما انت شايف كده في الايه في الصور طيب اه ايه الهازرد من استخدام مثل هزيه الاجهزة يعني جواها عنصر تسخين يعني متغطة بمنطقة بطبقة من الفايبر جلاس as long as the fiberglass clothing is not worn طول ما المنطقة بتاعتها الفايبر جلاس دي ما فيهاش اي قطع او تكسير and as long as no water or other chemicals وطالما ما فيش اي كيمويات او مية انسكبت داخل الجهاز المنتل هزيه مانتل بوز نو شوك هزيه مفيش اي مشكلة من استخدام الجهاز. بي كارفول نوت تو اكسيد زين بوت فولتج باي زا مانتل مانيفاكتشر يعني ما يكونش الجهاز مثلا مية وعشرة فولت وتوصله على ميتين وعشرين. هاير فولتج والكوز اتو اوبرهيت ميلت يبقى لو اه اه حوصلتها على فولت اعلى انت بتعرض نفسك لمشكلة ان الفايبر جلاس ممكن يحصل له ايه يميلت وبالتالي الانسوليشن اند اكسبوز بير هيتينج ايلمنت وبالتالي المادة اللي انت بتسخنه يتوصل من بشرة من جهاز التسخين وده شيء خطر جدا. طيب بعد كده يا جماعة من اجنسة الهيتينج ديفايسز اللي انت تعمل اويل سولت ان ساند باث يعني حمام من الملح او حمام اه زيتي. حمام زيتي. اه ده بيستخدم فور هيتينج اسمول او الريجولار شيب فيسل لو عندك حاجة عايز سخنها والشكل بتاعها مش منتظم. هي لو شكلها مش منتظم وانت عايزت تسخيني وصلاها بردك بشكل متزن او بشكل منتظم. فبيفضل انك تغمسها في اه حمام زيتي بحيث انه التسخين يوصل للشيء بشكل اه منتظم حتى لو كان الشكل بتاع الجسم نفسه غير منتظم. طيب. اه تبعا ده الزيت ده بيخلينا نقدر نعمل عملية تسخين بدرجة حرارة منتظمة بشكل جيد. طيب. ايه البريكوشن او التحذيرات اللازم ناخد بالنا منها? take care with a hot oil bus not to generate smoke or have the oil pressed into flame from overheating. لازم تاخد بالك انك متوصلش الزيت لدرجة حرارة تسخين عالية جدا درجة انه بتدي يعمل ايه? يبتدي يعمل ابخرة او يبتني يعني يبتني عملية اشتعال او احتراق نفسه. always monitor oil bus by using a thermometer or other thermal sensing يعني تحط جوازة ما انت شايف كده حاجة بتقيس درجة الحرارة سواء كانت ترمومتر او ايه جهاز اخر لقياس درجة الحرارة عشان تتأكد من ايه بقى بتأكد ان don't exceed the flash point of the oil being used. تتأكد ان الزيت موصلش لدرجة حرارة ممكن تخليه يبقى قابل للاشتعال. fit oil bus left unattended with thermal sensing devices that will turn off the electrical power if the bus overheated. يعني لو انت هتسيب الجهاز ده لفترات طويلة بدون اي اه شخص ياخد باله منه unattended يعني فيش حد ياخد باله منه لازم الجهاز ده يكون متوصل بدوائر كهربائية تربط ما بين قياس درجة الحرارة وتشغيل السخان. بحيث ان اول ما درجة الحرارة تزيد عن حد معين يفصل الجهاز بحيث انه يبرد تاني وبعدين لما يوصل لدرجة حرارة قليلة يبتدي اشتغل الجهاز تلقائي فيفضل يحافظ على الجهاز انه يفضل يحافظ على درجة الحرارة تلقائي يفصل لما توصل تزيد عن درجة معينة وبعدين يشتغل تاني لما تقل عن درجة معينة. mix oil bus will to ensure that there are no hot spots around the element. يعني تأكد ان عملية الخلط معمولة بشكل متجانس. ما فيش مناطق معينة بيحصل فيها تسخين اعلى من مناطق اخرى. contained heated oil in the vessel that can withstand external strike by a hard object. يعني يفضل طبعا ان الوعاء اللي يكون فيه الزيت يكون وعاء آآ سميك شوية يقدر يتحمل بعض الخبطات البسيطة اللي ممكن تحصل بشكل تلقائي بحيث ان هو يتحمل هذه الصدمات ما ينسكبش الزيت منه باي خبطة بسيطة كده ينكسر على طبع. طيب ايه من اجهزة التسخين اللي عندنا كمان? الهوت air bus and tube furnace. tube furnace are often used for high temperature reaction under pressure. يعني لو عايز اعمل تفاعل عن درجة حرارة عالية وضغطة عاليفة بس تخدم الايه الفيرنس. ايه الجنرال البركوشن اللي عندنا او التحذيرات العامة? ensure that the heating element is completely enclosed. يعني تأكد ان اجهزة الجزء بتاع التسخين يعني ايه موجود بشكل جيد. معبق يعني موجود بشكل جيد مغطى بشكل جيد مغلب بشكل جيد. for air bosses constructed of glass. where? where? زفاسل يعني غطي الايه الوعاء. لو انت هتحط جوه حاجة مكونة من الازاز فانت طبعا بتكون خايف ان الازاز ممكن ينكسر جوه الحاجة. فانت بتغطي الازاز شوية عشان تحميه من عملية الانكسار. او اللي هو الموجود في اللي هو الحمام الرملي. يعني بنفضله عن طبعا لانه ايه هيبقى اه يعني اتحكم فيه اسهل. for tube furnace carefully select glassware and metal tubes and joint to ensure that they are able to stand the pressure. احنا قلنا ان الفيرنس ممكن نعمل فيه حرارة وضغط. فلازم نتأكد ان الاجهزة اللي داخل جواه سواء glassware او metals او whatever بنتحمل درجة الحرارة والضغط الموجود جوا الجهاز. follow safe practice outline for both electrical safety and pressure and vacuum system. طبعا تتأكد من السلامة بتاع كل الحاجات الملحقات بتاع الجهاز سواء كانت بقى كهربية او ضغط او اجهزة vacuum او اجهزة shaft. عشان طبعا بتعمل الغاز اللي بيمرر فبيكون فيها اجهزة كتير. فيتأكد من ان كلها بتعمل بشكل ام. بعد كده يا جماعة الهيت جون. الهيت جون دوت عادة بيستخدم حتى في الراجل اللي بيصلح الموبايلات بيستخدم الهيت جون عشان يفصل مسلا الشاشة بتاع الموبايل. ده بيوز. used to dry glassware. يعني ما احنا بنستخدمه في المعامل عشان ننشف به الغازة المعملية. or to heat the upper part of distillation. يعني لو عندك جهاز تقطير وعايز تسخن جزء منه مسلا الجزء العلوي. فبنستخدم الجهاز ده في التسخين. اه during the distillation of high boiling material للمواد اللي بيكون فيها درجة غليان عالية قوي. فانت عايز تأكد ان جهاز الدستيليشن مسلا يفضل سخن في جزء معين بتسخنه به الجهاز ده. اللي هو عبارة عن آآ جن بيطلع هوا ساخن. وتنشى الهازارد او الخطورة منه. الخطورة طبعا واضحة جدا اللي هي السبارك او الشرارة. general precaution any handheld heating devices. اي جهاز للتسخين بيستخدم في اليد. من هذا النوع. of this type. will be used in a laboratory should have a ground fault circuit interpreter. لازم يكون جواه GFCI اللي هي ground fault circuit interpreter. ده حاجة زي ايه يا جماعة زي الفيوز كده بيفصل الكهرباء تمام? علشان يحمينا من الالكتريكال شوك او من الصدمات الكهربائية. اي جهاز تسخين بيستخدموا كهرباوات عالي باجوا فيوز علشان يفصل لو حصل اي مشكلة بسرعة كبيرة. never use a heat gun near flammable طبعا منطقي جدا مش هتحط النار جنب الشرار. فمش هتجيب جهاز التسخين جنب مادة قابلة الاشتعال. including open containers of flammable liquid. طبعا بالذات لو انت عندك وعاء بتاع المادة liquid دي مفتوحة flammable. فممكن انت تطاير منها المادة وتحط جنبها ال heat gun ده شيء خطر جدا. flammable or hoods. اه طبعا اي اجهزة فيها فيبرز زي مثلا الفيوم او اللي هو بيمص الابخيرة اللي طالعة من التجربة. ده كله شيء مهم جدا انا ما حطش جنبها جهاز heat gun او جهاز بيسخن جنب ابخيرة قابلة للاشتعال. من اجهزة التسخين المعروفة حتى برا المعمل المايكوويف او افران المايكوويف. طب يا ترى ايه الخطورة من استخدامها? طبعا اول خطر يعني انه ممكن يعمل ايه يا جماعة? ممكن يعمل شرارة وبالتالي ممكن تؤدي لاحتراق المواد القابلة للاشتعال. طيب الخطر التاني المتالز مفروض احنا ما نحطش جوه المايكوويف اي مواد معدنية. فعش نحط جوه المايكوويف مواد معدنية. لان ده ممكن يسبب احتراق. تمام? طيب. الحاجة اللي بعد كده يعني لو انت عندك حاجة مقفولة او مغلقة. وحطتها جوه المايكوويف. ممكن يحصل ايه? ممكن التسخين يخلي الضغط جوه هيزيد. وبالتالي ممكن تنفجر او تنكسر جوه المايكوويف. يبقى الحاجات المقفولة حتى لو مقفولة بشكل جيد. ده خطر انك تحطها جوه المايكوويف لان عملية التسخين بتزود الضغط جوها. فممكن يحصل جوها انفجار او انكسار جوه المايكوويف كجهاز نفسه. ايه بقى الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل مع المايكوويف? اول حاجة طبعا منطقية جدا. يعني مش ممكن تشغل المايكوويف ابدا وهو دوره الباب بتاعه مفتوح. لان ده بيعرضك لانك كمان انت تاخد جزء من اشاعة المايكوويف تتعرض لها انت كشخص. يعني المايكوويف بيكون متغطي بحاجة كده قدامنا زي شفافة ما نفعش تحط عليها حاجة سواء من برا او من جوة لازم تسيبها مضيفة طول الوقت. ليه مش محطوطة كده عشان تعلق عليها حاجة. بصورة عامة اجهزة المعمل. الاكلة اصلا مفروض ما يتقلش داخل المعمل. ما ينفعش نحط الاكل جوة التلاجات بتاعت المعمل. ما ينفعش نحط الاكل جوه المايكوويف بتاع المعمل. ما ينفعش نستخدم المايكوويف بتاع المعمل لتسخين بتاع الكيمويات. ما ينفعش تخلط لاتنين مع بعض. اه west take- prayed in the microwave يعني حوط المايكوويف بالارضي. تمام? بس ده بردك ما يمنعش dokład putting containers. ما تستخدمش اي حاجة معمولة من معدن. سواء وعاء معدن metal containing object أي حاجة تحتوي على معدن حتى لو كانت steering bars يعني حاجة للتقليب in the microwave they can cause arcing يعني ممكن يسببوا توليد شرارة داخل المايكرويف don't heat sealed container زي ما قولنا بكده ما تسخنش حاجة جوة المايكرويف تكون مغلقة أو مقفولة لأن ممكن الضغط يسبب أنها تنفجر جوة المايكرويف remove screw caps from the containers being microwave لو عندك أي screw بتشيلهم طبعا قبل ما بتتسخن الحاجة دي جوة المايكرويف أي معادن طبعا لازم تشيلها أثناء استخدام مع المايكرويف if the sterility يعني لو التعقيم of the content must be preserved يعني أنت عايز حاجة مثلا تبقى يعني معليهاش أي تلوس use cotton or foam otherwise to reduce يبقى لو أنت عندك في مشكلة أن الحاجة دي ممكن تنسكب أو حاجة فعايز تحطها في حاجة تانية عشان تحافظ عليها فلازم تراعي إيه المواد اللي ممكن تحطها جوة المايكرويف آآ في بعض المواد مسموح لها بالدخول جوة المايكرويف أنواع معينة من الفايبرز آآ بتقدر تتحمل الحرارة وبالتالي تقدر تستخدمها جوة المايكرويف آآ زي أنواع معينة من القطن والسلك بيكونوا بيتحملوا الحرارة بشكل جيد السلك اللي هو آآ بيكون متحمل لدرجة الحرارة فإحنا لازم ناخد بالنا من المواد اللي بناضعها داخل المايكرويف وتحملها لدرجة الحرارة من أجهزة التسخين إلى أجهزة المعتمدة على الألترا سونيك زي الألترا سونيكيتور ودي البوتينشيل بتاعها القطورة المحتملة بتاعتها بيقولك يعني برغم أنها بتطلع موجات فوق الصوتية اللي أنه ممكن يكون في جزء منها فراكشن منها جزء في المجال المسموع ممكن يؤدي إلى أعراض كتيرة زي الفتيج أو التعب الهدك الصداع النيوزية الإغماء والتنتنس ناجة يعني الإغماء تنتس يعني سماع أصوات من الداخل يعني تسمع أصوات غريبة مش موجودة في الحقيقة أصوات جاية من داخلك أنت شخصيا تنتس طيب التعرض الألترا سونيك أو آآ فيبريتنج صولد يعني الأجهزة اللي هي زي الويف جايد اللي هو الأكواستيك هورن دوت آآ ده ممكن يسبب آآ تسخين سريع رابط فراكشنال هيتنج وبوتانشيل سيفير بيرن يعني حروق خطيرة جدا طيب إيه كمان الاخترازات العامة في التعاون مع الجهاز الألترا سونيكيتور بيقولك ألترا سونيكيتور must be enclosed in two centimeter thick wood يعني يكون موجود في حاجة سمكها مثلا اتنين صمتي من الخشب or أي مادة تانية or in a box land with acoustic absorbing foam يعني فيه صندوق مغطى بمادة بتمص هذه الصوتيات or tiles on to substantially reduced acoustic emission عشان تقلل انبعاث الموجات الصوتية الخارجة من الجهاز most of which are in audible يعني طبعا معظم موجات دي غير مسموعة طيب تانية حاجة طبعا direct contact of the body with liquid او solid contact بتاع الجسم مع مواد liquid او solid subjected to a high intensity of ultrasonic يعني مواد صلبة او سائلة تعرضت الى الاشياء على الالترا سونيك ده ممكن يكون خطر لانه بيبرموت ان يحصل تفاعلات كيموية اكثر خطورة مع طبعا مع التسخين ومع الحرارة التفاعلات بتكون اسرع من الاجهزة المعملية برضك centrifuge او اجهزة الطرد المركزي ودي بتحط فيها العينة طبعا بتلف بسرعة بالداخل بيكون الهدف من كده هو السيباريشن او الفصل بتاع العينة طيب ايه المشكلة في استخدام اجهزة السنتري فيوج او اجهزة الطرد المركزي اللي بتستخدم فيه عملية الفصل ليه مواد عارة بتكون في شكل محلول اه اول حاجة يعني لو انت بتتعامل مع مواد قابلة الاشتعال او فيها خطورة فيفضل انك تكون شغال عن نيجاتي بريشر يعني ضغط اقل من الضغط الجوي مع نظام اه يعني نظام يعني يبتدي يسمح بمص هذه الغازات او هذه المواد بعيدا عن الهواء اللي انت فيه يعني يكون نظام معزول بضغط معزول عن الجهاز اللي يكون البخار بتاعه فيف انتليشن سيستيم او فيه نظام بياخد فيه الغاز بعيدا عن الهواء بتاعه وده شيء منطقي جدا انه هو الجهاز يازم يستخدم بطريقة سليمة يوضع في مكان مناسب ويستخدم من قبل الشخص المؤهل باستخدام هذا الجهاز يعني لو بتحط مجموعة هنبيب تفضل تحطهم بشكل متزن يعني مش تحطهم كلهم في نفس النحية حط مثلا واحدة هنا وصادها واحدة هنا وصادها واحدة هنا بحيث ان الوزن يكون متزن وطبعا قبل ما تشغل الجهاز تقفل الغطاء بتاعه قبل ما تبدأ عملية التشغيل بتاع الجهاز يعني يكون فيه دايرة ما او فيه حاجة اول ما يفتح الغطاء بتوقف الايه العملية بتاعت الدوران وحتى بلاحظ في بعض الغسالات اللي هي فيها عملية عصر تفتح الغسالة بص تلاقي المحرك فصل على طوله بتارية ايه الدوران يوقف فلاسي يكون فيه برضك في الجهاز كامان اول ما بتفتح لو فتحت بالخطأ يعني يوقف عملية الايه السنترفيوج او الدوران يعني لازم تتبع عمليات الامان شوف المصنع الجهاز قيل ان السرعة مثلا ما تزدش عن كذا العدد ما يزدش عن كذا لازم تتبع التعليمات بتاعت الامان لاستخدام مثل استخدام هذي الأجهزة او اي أجهزة بصورة عامة يعني الجهاز دوت زي ما انت شايف كده بيستخدم في فصل المواد العضوية باعتمادا على الفروق في دراجات الغليان through the evaporation أثناء عملية التبخير at one side of the end distillation at the other side يعمل عملية التبخير من ناحية وعملية distillation أو تقطير من ناحية تانية فده بيؤدي إلى فصل مجموعة من المواد العضوية general precaution او التحذيرات العامة glass component of the rotary evaporator should be made of pyrex or similar glass لازم يكون متصنع الإزاز بتاعه من مادة بتتحمل الحرارة زي الpyrex ده نوع معين من الزجاج بيتحمل درجة الحرارة glass vessel should be الوعاء الزجاجي should be completely enclosed in a shield to guard against the flying glasses should be component in blood يبقى glass vessel لازم يكون بشكل كامل محطوط في حاجة يعني تقيينة او shield واقي ليحمي ان ممكن يحصل ما من اجزاء تتطير من الجلاص او الcomponent بتاعت الجهاز تتطير لازم يكون في حاجة بتحمي من هذا الاحتمالية increase in rotation speed ان لو انا عايز اشتغل بقى عن درجات دوران عالية and application of vacuum او حتى عايز اطبق vacuum او اللي هو ان انا اعمل ضغط اغير الضغط بتاع المادة في الفلسقة لازم يكتم العملية لي بشكل ايه يا جماعة بشكل gradual او بشكل تدريجي ما ينفعش اغير الضغط مرة واحدة او اغير سرعة الدوران مرة واحدة لازم يتم عملية التغيير بشكل gradual او بشكل تدريجي عشان الازاز مهما كان بردك تحمله بيبقى لازم عملية التأثير عليه تكون بشكل تدريجي وايلا ممكن يحصل انفجار او تكسير للجهاز بشكل مباشر يعني ده افران ضغط بتستخدم لعمليات التعقيم من الحاجات اللي فيها انفكشن او فيها يعني بعض المواد البكتيرية او ما شابه من زيه هو بيقتل المايكروبيات ببخار سخن جدا او مسخن الى درجة عالية طيب او التحذيرات في التعامل مع مثل هذه الاجهزة التعقيمية don't put sharp or pointed contaminated object into the otic leave bag ما تحطش جواه حاجة حادة بحس ان انت ممكن اللي بيستخدم الجهاز مثلا يحصل له يبدي ايدهم فيحصل جرح او حاجة فلازم متحطش جواه حاجات حادة use caution يعني استخدم الحذر when handling the uninfected waste يعني انت اتعامل مع مادة اصلا فيها infection او فيها يعني خطورة فيها عدوة فيها bacteria فبالتالي يازم تكون حاضر مع استخدام الاوتوكليف waste والباكز اللي انت بتحطها جواه never lift a bag from the bottom to load it into the chamber handle the bag from the top طبعا لما بتيجي تحط جواه الوعاء بتاعك او الشنطة بتاعتك ما تحطها بطريقة تخلي بالك على حسنا ما تنسكبش ما تقعش فتحملها تحملها بطريقة سليمة بانك تمسك الباج او الشنطة من الفوق مش من تحت وانت بتحملها جوا الجهاز بتاع الاوتوكليف don't overfill an autoclave bag ما تحطش ما تحملش فيها كمية كبيرة اكتر من طاقتها التحملية للشنطة اللي بتحطها جوا الاوتوكليف don't overload an autoclave ما تحملش الاوتوكليف باكتر من طاقته ولا بتحمل الشنطة نفسها باكتر من طاقتها conduct autoclave sterility testing on a regular basis يعني اعمل تست هل شوف هو بيعقم بشكل جيد ولا لا في شكل regular basis يعني بشكل دوري يعني مثلا كل فترة محددة تعمل تست شوف هو بيعقم بشكل جيد ولا في مشكلة في التعقيم بتاعه don't mix contaminated and cleaned item together during the same autoclave cycle ما تحطش عينات مثلا نظيفة مع عينات اخرى في نفس السايكل بتاعة عملية الاوتوكليف عشان ما ما يحصلش contamination من السليم للغير سليم always wear personal protective equipment طبعا اي جهاز ويكون فيه اجهزة حماية خاصة بيه زي ما اتفقنا في الشبات اللي في كده لازم تستخدم الاجهزة الحماية اللي الخاصة بيه الخاصة بهذا الجهاز be on the alert يعني كن حذر when handling pressurized containers او اوعية فيها ضغط عين electrophoresis devices used in molecular biology and medicine هذه الاجهزة تستخدم في البيولوجيا وفي الطب it is applied for separation and characterization of protein تستخدم لعملية الفصل يعني الفصل والتحديد للبروتين والنucleic acid and subcellular size particle والجسيمات الصغيرة زي الفيروسات والمواد الصغيرة زي البكتيريا واتفا طيب general precautions بتاعتنا turn the power off before connecting the electrical leads قبل نتوصل الاقطاب الكهربائية تفصل الطيار الكهربائي عشان ما يحصل لكش صدمة كهربائية connect one lead at a time يعني بتوصل قطب واحد فقط كل مرة بحيس انك ما تخلطش الاقطاب مرة واحدة مع بعض يعني بنوصل قطب واحد من الاقطاب بايد واحدة تمام وبعد كده نوصل القطب التاني مش نوصل القطبين مع بعض في نفس الوقت ensure that hands وتأكد ان ايديك dry while connecting leads يعني ايديك تكون جافة او نشفة keep اذا قبارة تساوية from sinks يعني خلي الجهاز بعيد عن المصرف بتاع الميا او مصادر الميا كلها بصورة عام and other water resources turn off power before opening lead تطفي قبل ما تفتح الجهاز تطفي الجهاز تطفي الزرابز على الباور قبل ما تفتح الايه الجهاز don't override safety devices يعني لو حصل اي مشكلة او في اي حاجة فيها امان فصلت او حاجة ما تعمل لاش override يعني متوقفهاش وتبتلي تشتغل من غيرها don't run electro freezes equipment unattended يعني ما تشغلش الجهاز on attended يعني وانت مش موجود لازم تقدر واقف جنب الجهاز او متابعه اثناء العمل بتاع الجهاز mix all stock solution المحليل اللي هي المرجعية او المخزنة تخلط كل المحليل ديت in a chemical fume hood لما نيجي نخلط اي محليل كيميائية لازم نخلطها في مكان في اللول fume hood عشان لو طلعت ابخرة يقدر يجمعها ويخرجها بالطريقة المناسبة يعني بنخلط المواد الهلامية لو خفنا من انها تنسكب على مصنصنية او حاجة بلاستيكية دي يعني نظف الاسطح او الاشياء بالإيثانول عشان تشيل من عليها اي او تلوس وبعد كده كل ادوات الكلين اللي انت استخدمتها اللي انت استخدمتها في عمليات التنظيف تعمل لها بس تاخد بدك انها تدسبوزها كمواد خطيرة او طيب بعد كده الحاجة الخامسة اللي هي الجلس سوري الحاجة التامنة اللي هي الجلاس وير او الاجهزة الزوجيات اللي في المعمل بصورة عامة طبعا او الاعتبارات الحرص العامة اللي لازم يخد بالنا منها بريشر ان باكيام اوبريشن ان اجلاس بيسل شود بي كوندكتد بهاين اديكويت شيلد يعني لو انت هتعمل على التجربة ضغط او باكيام او اللي هو شفط اللي بيقلل الضغط فساعتها لازم يكون في ايه لازم يكون في حاجة بينك وبين الاجهزة ديت عشان تحميك اللي هو البروتكتف شيلد او الشيلد بيحميك من احتمالية ان ايه مسلا الجهاز ينكسر او ينفجر في حاجة ايه تمنع الزجاج المتناطر ده ان هو يصيب بيعمل التجربة يعني تأكد ان ما فيش ايه ما فيش اخطاء او مشاكل في شقوق في الاجهزة نفسها اثناء عملية استخدام بالذات لان ممكن الشخوق دي طبعا تسبب ايه تسبب او تسبب بعض المشاكل يعني لو مكونش الغالب الحاجة اللي احنا قلنا عليها ان هي القاعدة بتاعتها مدورة او حاجات مسلا تكون اه من مصنوعة من البايركس يعني انت لو جيت تشتغل عند الظروف اللي احنا قلنا عليها بتاعت او انت كده ناوي انك تعرض الزجاجيات لايه الحرارة عشان مستخدم او حاجة بتحمل الحرارة او حطة الراوند بوتل في الروتيتور اللي هو هيعمل دوران او هيعمل باكيام اللي بقى لازم نحط ايه لازم نحط كل الاحتبارات اللازمة علشان ايه نحمي نفسنا من الاخطار الممكنة ازاي يعني لازم نستخدم ايه يعني الحاجة اللي ايه جدرانها سميكة طبعا الراوند بوتل معادة بتكون جدرانها سميكة وبالتالي فهي بتتحمل ايه العمل تحت هذه الظروف احنا ما ننجيش نجيب زجاجيات رفيعة او غير سميكة وانحنا نستخدمها في الضغط او بالتالي ممكن تنكسر بسهولة يعني لو حصل انكسار مسلا في جهاز وانت روح تصلحته فالجهاز المتصلح ده بيبقى عرضة لانه يتكسر تاني النقطة بتاعة اللحام او النقطة بتاعة التسطيح بتكون ضعيفة يعني ممكن تتعرض او تتكسر بسهولة الحاجات اللي هي رفيعة او اللي حجمها اكبر من واحد لتر ما يفضلش خلص ان احنا ايه نستخدمها في حاجات يكون فيها او فيها شفط فيها شفط فيها ضغط وبالتالي لان الجدران بتاعتها مع الحجم الكبير ده الضغط بردك هيكون اكبر فبالتالي الثنول او الحاجات الرفيعة او اللي هيتكون اكبر من واحد لتر شود شود نيفر بي افاكويت شود نيفر بي افاكويت اجهزة الشفط او اللي هي زي الشفط اللي هو بيشفط في المكنسة الكهربائية اجهزة الشفط بتستخدم في المعامل بايه بقى في انها تزيل او اي ابخرة تانية موجودة في الاوعية اللي احنا بنستخدم طيب او اللي هو الخطورة المتوقعة ممكن يحصل تصرب للمواد الكيميائية اثناء عملية الشفط من جهاز الشفط نفسه يعني البامب نفسها افرط تحط مع مين مع الحتة اللي هي بنحط فيها الزوجيات لما يكون في تجربة او شبه لذلك عشان دي يكون فيها عملية ايه تسريب بشكل جيد للغازات الممكن انها تتكون يبقى ممكن نستخدم بعض الحاجات زي اللي هي التراب يعني اللي بتحبس الغازات دي بس ممكن مع الوقت يحصل لها ساو زوابان او ساتيوريت يعني تتشبع فبالتالي تبقى تفقد الايه تفقد الايه الايفكتون او الفعالية بتاعتها بقى لازم كل حاجة برضا من الادوات الامان دي تنتأكد من صلاحيتها مع مرور الوقت وبكده يا جماعة نكون خلصنا الباب الرابع هندخل مع بعض على الباب الخامس ان شاء الله